السلام عليكم اخواني اخواتي موعدنا من جديد مع درس جديد وفيديو جديد المهم الدرس دينا اليوم شاء الله غاديكون بعنوان ضعف الشخصية والخوف الاجتماعي يعني كنعرف اخواني اخواتي انه عندما يضعف التقدير الذاتي ينتج عن ذلك ضعف الشخصية يعني حاجة واضحة هذه وبالتالي ينتج الخوف الاجتماعي وهو احساس الشخص انه قليل الشأن فيشعر انه اقل من الموجودين فيفضل السكوت هذه ركا توقع حتى التلاميذ حتى الطلبة حتى الكل شي يعني ركا نشوفوا بالتلاميذ في القسم انهم تكونوا الشيخين في نفسهم ما تقدرواش يتجاوبوا مع الأستاذ طلبة في المعاهيد يعني في المحاضرات في المحاضرات في الجامعات ما تيبقوش ما تيرفعش يدي ويشارك في المحاضرات كي يتمنى انه يتكلم لكنه يشعر انه اذا تكلم سيكون هناك من يقول له اسكت يعني في الداخل ديالوش في الداخل ديالوش غريبة المهم هنا السؤال المطروح هو كيفاش نوصل الوحد المرحلة يكون لدينا عندها تقدير باتي جيد يجب أن نصل لمرحلة التقبل أولاً وهي أن نتقبل أنفسنا كما هي لا أكثر ولا أقل وبعد ذلك نصل لمرحلة التقدير الداخلي وبعدها إلى مرحلة الحب الداخلي هذا الشيء واضحي يعني لا تقبلنا نفس ديالنا لا تصفي في الداخل ديالنا ستكون شيء حاجة ستحفزنا التقبل ومن بعد سنصل للحب الحب اللي هو الحب الشخصي الحب الدات يجب أن تتقبل نفسك وتستغل قدراتك حتى آخر لحظة في حياتك يعني يجب أن تعمل وتستغل وقتك جيداً المهم كيفاش نو يعني من الوقت ديالنا ما نهضروش في النوم الكثير لأننا كما كنعرفوه سننام كثيراً عندما نفقد هذه الحياة فلن يكون لديك إلا النوم فيجب أن تستغل كل لحظة وكأنها آخر لحظة في حياتك ثبتوا؟ لا بد أن تعود نفسك لهذه اللحظة وأن تفكر دائماً في هذه اللحظة ربما تكون لحظتك الأخيرة المهم دائماً دائماً العمل يعني نستغل الوقت ديالنا كأن نستغل أي لحظة باللحظة ديال وقت ديالنا وكأنها آخر لحظة في حياتنا فمتوا؟ المهم اسميتو قالك الواجب نهضرو داباً على الواجب العملي فمتوا؟ كيفاش؟ الواجب العملي هو أننا لازم نتعلم واحدة الاستراتيجيات التي يجب استخدامها في القدرات العالية التي تفرع إليها نحن كاملين وبهذا الاعتقاد ديالنا في القدرات والإمكانيات ديالنا ستقوينها في الأفكار ديالنا وفي الأهداف ديالنا الإنجازات الداتية كيفاش؟ الإنجازات الداتية هو التركيز على الأهداف في التركيز على الأهداف يمنحك إنجازاً وطاقة دهنية وكلما كنت مريناً تجنب الأحاسيس السلبية يعني مهم إحنا عدنا واحد الهدف كي بقى لازم أننا نركز عليه وبالتالي إلا كنا مركزين عليه هذا التركيز كي من إحنا واحد الإنجاز وطاقة دهنية قوية يعني ولازم في خدم ذلك التركيز نكونون تجنبين الأحاسيس السلبية يعني لداعي واقي لما غاديش نجاح واقي لما غاديش نعرف واقي لما غاديش نعرف واقي لما صعيب عليه هنسوا هدو ملأة حاسيس السلبية يعد المفهوم الداتي ثم المثل الأعلى الداتية والصورة الداتية إنجاز كبير عند كل إنسان يريد أن يكون لديه إنجاز وأي شخص يعاني من الاكتئاب فإنه يشعر أنه ليس لديه إنجازات طبعاً يعني رأي واحد كي شعر من الاكتئاب صافرتي بقي يقول أنا ما درسوا علوم ما درسوا علوم ما درسوا علوم ما عنده حتش إنجاز إن سؤالك لنفسك ماذا أريد ينتقل بك إلى المستقبل ولماذا أريده لماذا أريده هذا يعطيك الأسباب لتدفعك إلى تحقيق الهدف يعني علاش أنا شنو بغيت وعلاش بغيت هذا الشي يعني ديك الأسباب هي اللي كتخليك تركز على ذاك الهدف ديالك ومن بعد إن شاء الله ستقدر تحققه كيف ما بغي يكون ومتى أريده يعني ذاك العامل ديال الوقت ديال الزمان اللي غادي نحطوه في العصيبار هو مهم بزاف يعني هاد المسائل هادي شنو بغيت وعلاش بغيت هادك شي وقتاش بغيت أنا ينوصل يعني هادوا كاملين إمكانيات ونقدروا أشياء نقدروا نوصلوا بهالهدف ديالنا وعاد يعني زيادة على أن الإمكانيات والوسائل كتعطيك كتعطيك الحافز كتعطيك الحافز أنك تقدر توصل الهدف ديالك يعني مثلاً عندما نقول أنا أستطيع تحقيق الهدف مثلاً أنا أستطيع تحقيق الهدف ومتى أريده تضع عامل الزمان في الاعتبار يعني راه بغيت مكمل وعندي واحد الإنجاز وبغيت مكمله وما هنا شهر نكون أنا ساليت يعني ذاك العامل ديال الزمان اللي حطيت في الاعتبار راه هو راهين بشي خليك أعطيتي لرأسك وشي بتحقيق الهدف وكيف أحصل عليه تعطيك الإمكانيات والوسائل وعندما تقول أنا أستطيع تحقيق الهدف تقوي ثقتك في نفسك تركيزك على أهدافك يمنحك إنجازاً وطاقة دهنية كيف؟ كلما كنت مرناً تجنبت الأحاسيس السلبية وأذكره يعني هذا راه اسمت الدكتور إبراهيم الفقهي تيقول لنا أنه يوم من الأيام كان لديك أتاه رجل إلى العياذة وقال له على فكرة يا دكتور أنا لا أجد في الحياة أي شيء جيد إن إطلاقاً قلت له هل لديك أولاد؟ يعني الدكتور إبراهيم الفقهي سأوله قال له واش عندك أولاد؟ قال لي نعم قال لي عندك عمل؟ قال لي نعم قال لي عندك دخل مادية؟ قال لي نعم قال لي صحتك؟ قال لي جيدة؟ قال لي هو مابلو كنت عندك بزف ديال إنجازات أنا كنت في المكان ديال لقد درست الإنجازات كاملين قال أنا دب سبيطر ديال الحماق قال لي شنو لقى عنده؟ لقى عنده أنه يعني عنده هاد الشي كامل غير أنه تشاجر مع زوجتي ديك المشاجر مع الزوجة دياله يعني خلاسوا أنه عمم كيف ما كيقولوا؟ عمم الموضوع كامل قال لي إن حياتك كلها جيدة فهي عبارة عبارة عن إنجازات يعني ركنتا الحياة ديالك هي عبارة عن إنجازات استطعت تحقيقها لو أنني مكانك لكنت في مستشفى الأمراض العقلية تبعوا معي لأنني كنت سأتعب نفسيا من كثرة الإنجازات شوف دب قوة بغي قوة ثقة دياله يعني هو راب الصح عنده بزفة الإنجازات علم منه أنه تشجر مع زوجتي بالمشكلة الآن لاحظوا معي ما المشكلة عند هذا الشخص الذي أسأل الدكتور إبراهام الفقه إلى عيادة قال ليه قال لنا المشكلة هو مشاجرة واحدة فقط جعلته يركز عليها ثم يرى أن الدنيا كلها سيئة فلغ مخه كل شيء جميل وركز على الأمور السيئة وأصبح كل شيء في الدنيا ليس له معنى بمجرد أنه فكر وركز على شيء واحد فقط فالمخ وصل إلى مرحلة التعميم السلبي ممتوا؟ وهو أن المخ يركز على شيء معين صغير ثم يعمم الأمر شو دب قد الشخص حل من إنجاز له عنده وهي مشاجرة بسيطة عمم فيها الموضوع كامل وبدأ يشعر أنه لم يحقق أي إنجاز فالشخص الذي يقول أنا مضطرب نفسيا عمم الأمر يعني ما بقى عنده صفير المخ دياله تقبل منه هذا التعميم ودخمه فتكون أحاسيسه مدخمة أيضا لدى على هذا الشخص أن يعرف ما الذي يؤرقه فعلا ويبدأ بمعالجته فيخرج بذلك من التعميم إلى التخصيص وهذا شيء مهم إخواني أخواتي يعني الإنسان يركز على ذيك المشكلة البسيطة ما يركزش على ذيك المشكلة البسيطة ويشوف شنو عنده في الحويج الزوينين وفي النعم اللي هو تعيشها لك تكون كثيرة ما نركزش على واحد الحاجة البسيطة ونبدأ يومي كحل ياماتي سود ما نعرف شنو فمتو؟ بالنسبة للواجب العملي عليك أن تقف مع نفسك لمدة ثانية واحدة وتقول أنا لدي اتقى بنفسي لقد استطعت أن أحقق إنجازات في حياتي سمعوا تبعوا معي مثلا عندي مشكلة نوقف واحد الوقفة ليلتقى بنفسي أنا ذاهله خسرت أمثلا هذا الحاجة أو ضاع إسماني هذا الحاجة أو ما عرفش نوصل لهذا الحاجة أو أمي ما أقدرش نخدم هاذ الحاجة لكن نوضع دوك الإنجازات كامل اللي رأي أنا أدرس مثلا راهي غير بزف 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 أي واحد مننا راه عنه إنجازات كثيرة في حياة أي واحد مننا هو عنده إنجازات كثيرة من نماذج الإنجاز اعلم أنه لو أن شخصا قابلك استطاع أن يفعل شيئا يعني دار أي حاجة شيء واحد يعني قابلك ودار يقدر يفعل شيئا إذن فأنت قادر على عمل هذا الشيء لأن الشخص الذي قابلك ليس أفضل منك وستكون وقتها أفضل أما إذا كان الأمر لم يفعله أحد قبلك فستكونوا أنت الأول وهذه رغمها النادرة ما تلقوهاش واحد مثلا أمثلة بسيطة مثلا غير دي السيدات السيدات في البول كتلقى واحدة مثلا نراها كتخدم غي صنعة غي صنعة بسيطة واحدة كتخدم صنعة وبدت كتدير واحد الإنجازات كثيرة وتعلبات ودفعت رأسا وبدت كتخدم للناس وهكا واحدة قالت أنك تدير تشي حاجة وما قدرت تدير تشي حاجة وما قدرت راح بالإمكان دينا حتى هي التعلم وتخدم وتدير شي حاجة وتدير يعني أي إنشاء أي إنجاز دارته واحد سيدة وهي في البيت دينا أنا مثلا راح بإمكان دايزك سيدة تقدر تدير وكذلك بالنسبة للرجو وكذلك بالنسبة للطفل اللي راح هو طفل واحد داخل قدر أنه يرصام ويقدر أنه يقرأ وقدر أنه يتعلم لغة حتى دك الطفل حتى هو راح قادر يعني راح ما كان شي حاجة قادر يدير واحد شخص وواحد وحد أخر ما قادر شي يدير هدي كديل أن الأطفال راح قدرات راح الأطفال عندهم قدرات وحدة والنساء عندهم قدرات وحدة ورجال عودتين عندهم إلا ما تنظروش على الإعاقات إعاقة دهنية أو إعاقة ما تنظروش نظرو على شخص سليم ما تنظروش على أشخاص عندهم إعاقة المهم قلنا عتني هنا واحد القصة صغيرة أهضر لنا عليها إبراهيم الفقه قال لنا جات عنده واحد سيدة أنا نقرأ لكم ها كانيشا جاءت سيدة وقالت لي أنا ليس لدي أي إنجازات في حياتي وهذه السيدة كانت تبلغ من العمر أربعة وخمسين سنة ومعن ذات شي إنزل والناس في الخارج يحبون الحيوانات جدا جدا فقلت لها هل تحبين الحيوانات قالت لي نعم جدا قلت لها تحبينها جدا قالت لي نعم جدا قلت لها ما رأيك لو أعلن عن إعلان صغير لن يكلفك أكثر من عشر دولار في كل جرائد البلد نقول في الإعلان من لديه أي حيوان إذي قطة فهمتوا كل ناس كيس بغي تركب كيس بغي تربي للقيطات وهذه وننشروا إعلان آخر فيه من يرغب في شراء ويتسئون أو يتصلوا بهذا اللي بغي يجيب مثلا عندك القطة يجيب عندك أنت تربي واللي بغي يشيري تبيعي لي وعليك أن توفقي في توزيع المشتري فما لنا دايه يعني اللي بغي يشيري يتفضل واللي بغي عندك يتفضل ومهم يعطاها يعني يعطاها هد الخدمة وفقت وفقت سيدة وفقت سيدة وبدأ تصدار هد المشروع هذا وكيف ما يعني كيف ما يعرف التاريخ باللي هد السيدة اليوم يعني كتربح واحد الملايين ديال دولارات في السنة بسبب هد بسبب هد الشغل هذا ديال هد الحيوان وهي سعيدة بهذا الشغل هذا سعيدة به جدا همتون هذا إنجاز إذن لكل شخص منا لديه إنجاز داخلي غير لم أبغاش كل شخص أعطاه الله سبحانه وتعالى شيئا بداخلي لو حبس هذا الشيء بداخلي سيكون سعيسا ويحس بالاكتئاب والتوتر وسيشعر بالروعة عندما يستغله وسيستغله عندما يفتش عليه ويبحث عنه فإذا كانت لديك معلومات جديدة وأنت تحبسها بداخلك فإنها ستظهر عليك وستكون أنت في منتهى التعاسى تمثيل إنسان هو عنده 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 ما يعطي ولكن حابسها حابسها بالداخل طبيعي يشعر بالتعاسى وستظهر على أفكارك وستمرض وستكتئب وجسمك حتى طبيعي إنسان عنده ما يعطي وما بغيش وما قادر شي يعطي غادي 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 مرض غادي مرض فلابد أن تجعل تلك المعلومات تنطلق حتى تأتي الخطوة التي تليها في الحياة المهم هذا هو الدرس ديان الدرس ديان اللي بغينا نهضره فيه على ضعف ضعف شخصية ضعف شخصية صعيب والخوف الجماعي يعني الإنسان مخصوش يكون ضعيف الجماعي وما يكون عنده واحد الخوف ما يكون عنده واحد الخوف من الشيء إنسان ينطلق ماذا إنسان ينطلق ينطلق ما فيها حتى شي حاجة يعني ذاك الخوف ما هو إلا ما هو إلا عائق عائق كبير ونقدر نقول علي حتى إعاقة إعاقة دينية بصدق والله لا إعاقة دينية لأن الشخص الذي قابلك ليس أفضل منك و فأنت ما كان شي واحد هو محق واحد الإنجاز كبير هو أفضل منك ولا أكبر منك هذا هو نظام للطاقة الداخلية وهذا هو النظام للثقة بالنفس ولو لو أنك متميز في شيء معين ولا تتميز في شيء آخر فيجب أن تكون لديك ثقة بنفسك والسلام عليكم إخواني أخواتي وإلى درس المقبل إن شاء الله أخواتي